نروح بقى لاستعداد واستعدادات نادي الزمالك البرتغالي جوزي جومز المدير الفني اطمأن على محمود حمدي الوينش اطمأن عليه إمتى بعد مشارك اللاعب أساسي في مباراة الفريق الودية أمام فريق مدينة نصر اللي فاس فيها الزمالك 1-0 وحسام أشرف للسجل الهدف كشف جوزي جومز للجهاز المعاون إنه سعيد جدا بعودة اللاعب للفريق في التوقيت ده وسعيد بمستوى اللي رجع به وعنده معنويات عالية ورغبة شديدة إنه يكون موجود مرة تانية في القائم الرئيسي لنادي الزمالك وشدت جوزي جومز للجهاز المعاون إن الوينش هيكون إضافة كبيرة للفريق في الفترة المقبلة خاصة إن الفريق في احتياج للعب في المركز ده نظرا إن فيه بطولات كتيرة زمالك بيشارك فيها وفيه أكتر من إصابة وفيه أكتر من توقفات بيكون موجود فيها أو إقافات موجودة للمركز ده وكمان بيفكر بشكل كبير إن الوينش يبدأ أساسي أمام غزل المحلة في اللقاء المقبل لنادي الزمالك دخل مسؤول نادي الزمالك في منفوضات مع نادي التحدي الليبي من أجل التعاقب مع صانع اللاعب فهد المسماري بعدما تم عرضه على بعض أعضاء مجلس الإدارة حيث يقدم اللاعب أكتر من لقاء قوي أداء قوي جدا لللاعب الشاب مستوى مميز جدا مع نادي في الفترة الأخيرة يرى مجلس دارة نادي الزمالك إن مركز صانع اللاعب في الوقت الحالي بحاجة إلى دعم في المركز ده فهنشوف الصفقة هتمشى على إيه خلال الفترة المقبلة هل هيقدر نادي الزمالك استقطب اللاعب في الانتخالات القادمة وإلا هيكون في بعض الأزمات ده اللي هنعرفه خلال الأيام والساعات القادمة طيب لو رحنا لبعض الإصابات أو بعض اللعيبة اللغيبة عندك حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي بشكل كبير ممكن ما يكونش جاهز للقاء القادم لنادي الزمالك المسلوسي تعرض لكادمة كانت قوية في صدره في اللقاء الماضي لنادي الزمالك في البطولة الأفريقية وفي الكونفترالية تحديدا واللعب ياخذ روحة من التدريبات فممكن ما يكونش جاهز للقاء القادم اشتركوا في القناة